خصوصا طبعا احنا سمعنا على انضمام لعب سموحة طبعا محمد متولي كناريا ده طبعا انضم بعد ما تأكد غياب عبدالله السعيد عن مباراة سموحة ومن الورد جدا احنا بقى يعني اعتقد منطقي ان احنا نشوف افشا في الملعب ولا ايه يعني بتهيالي انه منتخب مصر ومستر كيروش محتاج يجرب ويتفرج على محمد مجدي افشا مع المنتخب عشان يقدر يقيمه انه المطشين الاولانيين مع ليبيا تم استبعاده اساسا لم يتم اختياره والمطش التالت بقى بتاع انجولة لم يشارك فيه محمد مجدي افشا على الرغم من انه مش هقول عبدالله السعيد ما كانش في فورميته او ما كانش موجود على اقل في الشوط الاولاني مع المنتخب لكن حتى كمان الجهد بتاع عبدالله ما ادارش ديك تسعين ديها فكان منطقي انك انت اقول ان احنا نشوف افشا انا مش بفرض على رجل اسماء ومش بفرض اختيارات في النهاية هو رجل المسؤول وهو اللي هيتحمل نتيجة اختياراته لكن في النهاية انا بس بوجه رسالة للناس اللي عايش معنا الجهاز الفني المعاون كابتن دي السيد كابتن محمد شاوي اعتقد ان هم محتاجين اكتر يتكلموا مع الرجل ويقربوا له الصورة بشكل اوضح احمد فتحي ممكن كمان يرجع في مطش بكرة كاساسي طبعا اكرم توفيق لتقلق في مطش انجولا الاخراني وسجل هدف التعادل للمنتخب هيغيب عشان انظارين فيمكن الفرصة تكون متاحة قدام احمد فتحي عشان يبتدي المباراة بكرة اساسي ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم اسماء كتيرة ممكن تظهر بكرة خصوصا في ظل ان المنتخب ممكن يغير بشكل كبير في خمسين او ستين في المية من قوام المنتخب فاعتقد ان بكرة هتكون فرصة امام عدد كبير من اللعيبة انها تدخل التشكيلة نتمنى ان احنا نشوف كورة حلوة نتمنى ان المنتخب قبل ما يتوقف نشاط المنتخب لفترة او يتم تجميله لفترة او نرجع مرة تانية للدورة ان المنتخب يدينا انطباع ويسيب عندنا صورة زهنية كده تطمننا ان شاء الله قبل ما نروح لمرحلتين في منتهى الاهمية كاس عرب وبعدها بطولة امم افريقيا وكل ده يمكن في اطار الاستعداد للهدف الاساسي وهو طبعا تخطي المرحلة الاخيرة من التصفيات الموجهات المباشرة مع واحد من تسعة الكبار في افريقيا وبعد كده ان شاء الله الهدف الاساسي هو الوصول لكاس العالم وتقديم كرة طليق بالكرة المصرية والتاريخة المشرف وامكانيات لعبيها وامكانيات ايضا جهازها الفاني